السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله كيف تكونوا بخير وصحاتيكم تكونوا لباسياد راقولوا اللي بديتوا في القطوات مازال وينوصلتو كل واحدة تخلينا في الكومنتر وتقولنا وش راح اندي سوديا راح تدير الفيديو تعلوم بعجينا وحدة بنصف ارتل يعني 250 قرام زبدة درت تسع انواع من القطوات هاذو باربع نكهات واحدة ما تتبه الواحدة تبعوا من الاخير سهل اقتصادي يعني وكل طعم ما يشتبه الاخر الهلا نحتاج قليل من الفاني خميرة كميائية سكر زيت نحتاجه انشاء وبيضاء وبطبيعة الحال الزبدة والفارينة الهلا كما قلت لكم احنا نحتاج غير 250 قرام من الزبدة يعني العلبة الكبيرة تحت 500 قرام راح نقسمها على زوج الهلا راح نبدأ نحرك الزبدة غير ما بنيدية ما استعملتش البعض الهلا راح نضيف السكر اربع ملاعق من السكر وقليل من الفاني بالنسبة الهلا السكر استعملت السكر العادي السكر العادي الهلا نحكي من حلو مليح مركمة بنيدية والزبدة كما الحلويات تعزمان راح اجيه الشيشة والذوب في الفم يعني البنة ما نحكي لكم اشتبعوه الاخير نظركوا تشوفوه هذيك الرطابة وهذيك الهشاشة كيف هجيه الهلا راح نضيف عليها ببيضاء واحدة ونحل المليح مع الزبدة هذيك ونحل المليح مع الزبدة هذيك بعدها راح نضيف نصف كأس من الزيت انا الهلا يستحسن اني نخلط كل حاجة بوحدها بها السكر هذيك يذوب لي وبكل حاجة يعني يتدي حقها الهلا راح نضيف انشا بطبيعة الحال انشا يكون غربته ولا يعني فوته علي صفايا من قبل وكذلك الفارينة الهنا راح نلوح الفارينة التاعي ولوح ليها الخميرة الكيميائية نصف في 250 استعملت نصف خميرة كيميائية بعدها راح نزيد الفارينة غير بشوية البلد حتى انت تلمليه اللي انا حب انقول لكم غير عذروني على صوتي كما تعلموني عيانة مع ربضان والغطوات وزيطة مرات تسكتو المهم مغيب شعليكم كما راكم تشوفوا قسمة العجينة تاعي الى اربع قسمتها على اربعة بشكل واحدة نديرها نكهة تبعووا شوفوا النكهات الهنا راح ندير نكهة عنوات كوكو كما راكم تشوفوا الهنا مقلي يعني مقلي يتحمرلي شوي نحتاج الليمون وكاكاو كما راكم تشوفوا الزيت اللولا راح ندير فيها القارس بالنسبة للعجينة اللي هنا كي لحت فيها الفارينة مخليتهاش تكون طرية بزاف بها نكهة ونزيد عليها الفارينة ونجمل يعني كل واحدة نجملها على حيدة اللي هنا هيا كي تاع القارس اللي هنا نديرها في البابي حاجة بينها ونحطها في فريجينة كيف كيف هذه الثانية راح نديرها قليل من نوات كوكوكو المحمر ولا المحمص راح يجي لقود تاع وماندي ما راح نحكي لكم جربوه لغاتو هذا يعني حتى ولو مدرتوش هذو كامل ديري شوي وديري هذا تانوات كوكوكو المحمص راح يجي بني 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 بل بزاف اللي هنا كي ما راح تقرر لكم تشوفو العجينة الاخرى ندرت لها الكاكاو كي ماهك ولميتها بطبيعة الحال يعني كل زلت لهم الفارينة اللي اني درتوهم مرطبين بزاف اما الهنا جبت ماء دافي حطت فيه الكابوتينو ولا الكرام اللي يحب يديرني سكافي يدير يعني كي ما يحب بالنسبة الهنا النكهات يعني يديري الحاجة اللي تهوالك والذوق اللي اتحبه راح نضيف لهنا الكرام بتاعي ونخلط ونزيد عليها بقاعدة افضل قد تكون لها تغييرها اللي هنا بطبيعة الحال يعني نكهات الاربعة حطتهم في الفريجي هذا يبردوني وبعدها اللي هنا راح نجيل نشكلهم اللي هنا جبت نواة كوكو المحمص جبت الميزة التاهية راح نديرها يعني بلا طابع هذه راح نشكل منها نوعين راح نشكل منها نوع اللي راح نديره بنواة كوكو المحمص ونواة كوكو اللي مهوش محمص اللي هنا درتها على 12 قرام ونهبطها بيدي كما شدوا اما الهنا اضطرحت لجينة تاهية واجبت المول هذا مستطيل عادي جدا وشكلت به هذا بالطريقة هذي الهنا جبت يعني تاع السيطرو وجبت الطابح هذا وبدت ندير به طابح هذا يعجب لي ما لابليش علىه صرتو كيكون بسكر غلاسي والمعجون انا ما عنديش المعجون الا غالب كون كان عندي معجون كون ترتو شكلتو بالطريقة هذي بطبيعة الحالتي الاشكال اللي تحبي ديريهم ديريهم انا عندي هذا وشي عجب لي عجب لي بزفزف وقدت نديره حتى ولو صغير نديره لانه راح يجي الشكل تاعه رائع يعني الهنا درتو بتاع الليمون النكهات الهنا كما قلت لكم راني غير مبدل كل واحد والنكهة تاعه فما بالك التزيين يعني كل واحد يزيدي تزيين زي يعني كل واحد والمذاق انتاعه بالنسبة اللي هنا كي ما راكم تشوفوا درت اللول بهذه ما نبليش نجمة مشانش فاجت بهي ودرت دوائر ودرت كاريات وعبصتهم بهذاك الدائري وبين حشيهم يعني نحطفوكهم الكرامل اما بالنسبة الكاكاو الكاكاو طرحتها وحليتها ودرتها الضوائر كما هك بالنسبة اللي هنا كونش حطيته في الفور باية تابلي اللي هنا بالنسبة للتزيين تعد طائر الابيض هذك راح نجيب شوكولا مول هذا التاعي ونديرها كما هك ورح نحطهم يبردو كي نديرهم المرة اللي اولا نحطهم يبردو نزيد نديرهم المرة الثانية باية نحاولي بكل سهولة هذا القاتو داع نواة كوكول محمص هوا كيف يخرج لي راح يجي ماشاء الله عليه ورح يجي يتفتت يا البنات الهنا جبت شوكولا بيضة كي ما راكم تشوفوا ونحاول اني نقسها على الأوجه كامل غير الهنا جبت بانسو بش منتعب موالو وندير على الاجناب وندير على الوجه بعدها راح نحطها في نواة كوكول عادي هذا راح يجي على شكل ساندوء على شكل المهم كما راكم تشوفوا اللي هنا انا نموت على نواة كوكول راح يجي بلين بزم بزم وانتوما في الكومنتار ماذا بيكم تقولونا وش من النوع اللي عجبلكم كل واحدة تقول لي وش من النوع عجبلكم على مال يبلي كامل بكريمة أصابلي من الأذواق تختالف والأشكال تختالف ننصحكم انكم تجربوهم يعني غير بعجينة واحدة راح تزهي المائدة التاك اللي هنا نتعني هذي الضائرية زلعة كما راكم تشوفوا النواة كوكول المحمص حتى هي دقت لها شوكولة من الفوق نزيد نطلب منكم سماح يا البنات غير صوتي راني عيانة في حاليا يا خياتي والله راني عيانة غير سمحولي اللي هنا كما راكم تشوفوا لقاتوا هذا تحل الكاكاو جبت كريمة الزبدة بالنسبة لكريمة الزبدة ملعقة من الزبدة تقابلها ملعقة من السكر الناعم مع قليل من كرام شنطي ومع الذوق اللي تحبه اللي هنا بعد ما جبت هذو بعد ما طابوا لي ونحيت دموا لي تذوقتها الشوكولة درت لهم الكراميل وشوكولة حشيتها بالطرق ونيستلي يعني انتي حشيها بوه تحبه وحطيتها كما هك ودورت على الجنة بتاحها نواة كوكو لمحمص اما بالنسبة لهذه رح نربطها لهنا بالنيستلي كما راكم تشوفوا هذا را هو نيستلي يا البنات اللي خدمتوا المرة اللي فاتت معا اللي خدمتوا يعني مازال ما حطيتوش قلت لكم اذا تحبوا قولوا لي نيستلي درتو في الدار يعني جا رائع ودرت به القاتو تحلو تطرق كيفاجا تسايح يجي مذاق تاعه وبني بزاف اما بالنسبة لتزين تاع القاتو هذا هح ندلو ماكسو يعني ندلو ماكسو في الوسط وبالنسبة لجناب بتو ما ديرو كوكو ولا كوفريت ولا قاتو انا درت قاتو عادي ارحيتو كما هك غير تفتفتو بيدي باش ما يجيش مسمد ودرت كما راكم تشوفوا الماكسو في الوسط وبالنسبة لطريقة تزين زلت لها خطوط هكي جناب برك بالشوكولة وهذا ما كان مش مجيش سامبل بزاف اما بالنسبة لشوكولة هذي راح نجيب الماكسو التاعي راح نربطها بالماكسو يعني راح يكون شوكولة في شوكولة راح نقفلها بالماكسو ونغلفها بالشوكولة من البرة راح يجي ضريف خلاص هذي القاتو الهنا هذا اللي كما راكم تشوفو درت في وسطهم الكرامل راح نحط الحلواء الجفة ولا الزبيب ولا العنب الجف راح نحط كما راكم تشوفو شوكولة راح نحط سمسم هذا اللي جاي في الدوري وراح نحط عليه قليل من الكوكاو الهنا غير راني لاني نتلكم يا البنات لانو كما تعرفو راني مزروبة وعندي بزا مغطوة دا يريم بيا المهم هوا كي شاك الناي يتاع سوف يأتي بناء الخلاص ويأتي الشيش اللام مع اللي كلوالو غير فرد واحدة أعضيها صعي تبغي تزادي تاكل ثانية هنا كما رأيكم تشوفوا هذا الدائرة اللي قفلته بكريمة الزبدة سوف ندير له شوكولات كما هيك وسوف ندير معاكم طريقة التزيين هناك نضع لها شوكولات نحاول ان نحيب مورف صغيرة من الفوق بهما نطول بعدها نحرك الهنا والهيت باهيت نحالي هذيك شوكولات وتحبط لي كامل الهنا ذوي بشوكولات بيضة حطيتها في بوش جوتابل وجيت ندير ضوائر بالطريقة هذي الهنا نجي بدي عود الكرافية ولا كعضو ولا اي حاجة وتبعي الطريقة هذي رح يجيك المنظر التاحة هاي وهذا هو المنظر التاحة رح يجي يعني رائع الشكل هذا يعجب لي بزاف شكل هذا قدرت نديري في القلوب قدرت نديري في وحدة طويلة ويجي هيك خطوط يعني رائع الهنا رح نعود ندير معاكم وحدة كما هكم تشوفوا وندور عليهم غير يعني سهل خلاص ما بشرط انه تكون الشوكولات اللولة ما زال يعني هذا كويندرناها مش نديروها ونحطوها ومبعد نحبو نديرو اللبيض لا لا نديروهم وربع ضاهم هكاك بعد نحطوا شوكولات نوار نحطوا فوقها البيضة اما بالنسبة لهذه هذا ذوق وحدة اخر ترتعليه الشوكولات كما راكم تشوفوا وزلت البابيونة هذي زدرت عليها شوكولات كما قلت لكم سكرتها بالماكسون وندير عليها شوكولات من الفوق هذي رح نخليها سامبل رح نجيبها هي وتعطيه منظر بعدها الهنا تعال الكاكاو اللي هنا رح نخليه كما هيك رح نجيب شوكولات بيضة ورح ندير طريق تتسين هذي اما بالنسبة له في الوسط رح نحط كوكا واخضر بثوق البيستاشا كما راكم تشوفوا بعدها الهنا جيت لهذا اللي شبهه السندوات مم وط كوكو وش نحكي لكم رح ندير عليه خطوط كما راكم تشوفوا بشوكولات كما هك اما هذا رح ندير عليه خطوط حلزونية ضائرة بعدها رح نحط عليه السمسم في البرات في الوسط للتزين نرجع لها تويت هذي وش رح نديرو فيهم رح نجيب الشكل هذا رح نجيب بشوكولات نوار ورح نفوت عليها لتري سوف نضع عليها من فوق شرائح داع اللوز لان الشكل اللي هنا راح يجي رائع ومكنش ما قد البساطة ننصحكم انكم تسيوهم فرد عجينا ونوبعي انا اللي هنا عطيتكم افكار وانتو ما ديروا كما اتحبوا حبا نقولكم حاجة بارك ما تكونوش بخالة اعلية ما تزونيش بليجان بتاعكم وليكمنتر با الفيديو يشوفو اكبر عدد من الناس كما نعرفكم حبيباتي ما تبخلوش اعلية المهم اللي هنا ياراني البابيونا هذي كما راكم تشوفو حطت عليها شوكولة وعبصت عليها بهذي واللي هنا ها ماكي الاشكال تاعيش شوفو كيفيها جاو يعني تسع انواع كل واحد واحد بذوق الكاكاو واحد بالسيترو فيه الماكسو واحد بالنواة كوكوم حمص واحد لالا واحد بالنيسلي واحد بالكارامل المهم يعني اذواق مختلفة واحد فيه الطرق المهم ما راح يجي واحد بالحلوة الجافة شوفو راح يجيوا بلان بلان بلزاف اللي هنا بطبيعة الحال راح نقطع معاكم احبابه شوفوها اللي هنا راني قاعدة نقول وش من نوع وش من نوع راح نقص معاكم النوع الاقرب الى قلبي اللي هنا كما راكم تشوفوها شوفو كيفها راه يدوب شوفو غير دقيسيها طهبت هك شوفو راح تجيه شيشا وما نحكي بكم شى المذاق داع الموت كوكوم محمر راح يعطي لها واحد القوة رائع لانا وصلنا نهاية الفيديو نقول لكم احبكم لا تنسونيش بليجا ملي كومنتر تاعكم نتلقاو في فيديو قادم بإذن الله إلى اللقاء